موسيقى كانت ميري عم تتصفح تليفون البابا بيطلع لها شوية وقت بنهار تسمع فيها اغاني او تلعب لعبة او تشوف فيديوهات على انستجرام لحظة بدي اطلب شيء من يلي اللعب يسمعو مع القصة خبرنا مالو والبابا يتابوا باد خايم ستوريز على انستجرام اوكي بابا فيك تكفل قصة مرق قدام ميرا فيديو عن طريقة عمل كيك فقررت تعمل قالب لاتيتا وفاق وتاخد ليه اول شي طلبت من البابا يساعدها تحمي فرن الكهرباء وخلطت بهالوقت ثلاث كبية طحين مع بايكينج باودر ورشة ملح وبجرد تاني خلطت سكر وزبدة حتى عمله رغوة وخفقت حده مبيض وفانيلا بعد شنص ساعة عبقت بالبيت ريحت الكيك نطلوته يبرد شوي وحملته بعد ما لبست المعطف الأحمر ومشيت ساوب بيت التيتا على الطريق قررت ترتاح شوي بس شوي بدني شوب فشلحت المعطف وحططه على جنب لقيت زهور الربيع على جنب الطريق أصفر وأبيض ولقيت حميضة قطفت منن وعملت باقة حلوة للتيتا بنبعيد شايفها ذئب قرر بسوبة يسأله شو عم تعملي هون يا ميرة عب ارتاح وحكمل ماشي على بيت التيتا يه وأنا كمان مارق من حده عندي فكرة شو رائعيك تاخد الطريق القريبة وأنا باخد الطريق البعيدة ونشوف مين بيوزها الأسرع ميرة عرفته إنه كذب لأن معها تليفون البابا وعليه خراية جوجل ومبين إنه الطريق يلي اختارها الذئب هي يلي أقرب عم بكذب نطرته يصير بعيد ودغري اتصلت بتاتا تخبرها قالوا تاتا تاتا في زئب جاي يصوبك يمكن يعمل حاله أنا حتى تستحيله الباب ممكن القصة اللي بتخبريني إياها بتخلي يفوت مش قلت بالقصة الماضية إنه تديبر فيك هي بخيره يا تاتا بحتال يش ميح برمت ميرح وليا بس ما كانت تلاقي الجاكات الحمرة بعد شوية وقت توقفت تفتش وركضت حتى تلحق الديب لما وصلت على بيت التاتا لقيته لابس الجاكات اللي ضيعتها وعم يدق على الباب ايجت ميرا من وراء وسألته شو عبتع من هون لق وليه لابس جاكات تتي تلبك الذئب وقال لقيتها وقلت بجبلك إياها بس على الطريق بردت شوي ولبستها شكرا مدت إيدها ميرا ونولها الجاكات يلا باي باي بس فلت ذئب دقت ميرا على الباب وفاتت لعند التاتا حطت الزهرات بكبية مي على الطاولة وقطعت الكيك وإكله كتير طيبين شكرا يا ميرا دقت الباب وميرا ركضت حتى تشوف مين من النظور لقيت حدا لابس بورنيتا وعوانيت وحامل مطرة مي جايب لكم مطرة مي فتحولي ميرا انتبهت انه دانيل طوال طلعي من البرنيتا فشكت فيه انه هو الذئب بس متنكر عنا مي شكرا بس هاي دي المطرة بهدية ببلاش من الشركة فتحولي أعطيكم ياها فتحولي شكرا عطيها لحدا تاني حاول الذئب يجربش جديد صار يبكي حتى تشفق عليه ليه ما بديك تفتحي ليه هلأ هلأ برجع عالشغل وبيزعل مني صاحب العمل لأنا حيفكرني كسول ومع مشتغل شغلي مظبوط هوي هوي قال لي أعطيها لأنينة المي لستة لميرا ولازم أعمل هيدا الشي حتى ما يشخطني هون ميرا قررت تواجهه بكسبه فتحت الباب وقفت قدامه وقالت له أنا بعرف أنه أنه أنت الفئد لعب تكذب علينا لا أنا 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 فريد فريد بس أنا شايفة أنه دهناك كتير كبار حتى حتى اسمعي كفيون وعناك كتير كبار حتى 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 شوفيك فيهم ومخارك كتير كبير حتى شمك فيه تمك كتير كتير كبير حتى 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 هكلك فيهم هجم الزئب على ميرا وتمه مفتوحة لآخر ميرا صرخت فيه وقالت وحف عندك شايدة شايف قدي سنانك مسوفين وقف الذئب وحت إيده على تمه يخبيه ولا همك واتخاف أنا عندي إلك دوا أكيني ديقة راحت على المطبخ وجابت كم حبة سكر نبات وعطته إياهن أقشن على سنانك حتى تصير أحسن صدقها الذئب افتكرهم دوا فحطهم على سنانه وصار يقرقش فيهم والسكر يدوب ويدوب حتى فات بقلب سنانه المسوسين وشو صار بلشوا دراسه يجعوه وضرب الوجع بقوة على راسه وصار مثل المجنون ينطب الدار برات بيت التاتا حتى فل وركض يطلب مساعدة وين راح الدئب يا ميرا يمكن راح الدكتر بسنان حتى يسفلوا دوا حقيقة ضحك التاتا ورجعت هي وميرا على طولة الأكل وخلصوا الكيك شربوا قبل وسحلب ورجعوا كمل وضحك كيف يتخلصوا منه للذئب المحتل بس الذئب ما راح يزكتلون وبلش يفكر كيف حيرجع ينتقم من ميرا ولا تعرفوا شو حيصير تابعوني على أنغامي أو سبوتيفاي أو أبل بودكاست أو ديزر وانتورونا الشهر الجاي لكمالة القصة فين اسمها على السيارة؟ بس ظبطها لا هلا بعد ما ظبطت بعد ما قطشة بعد ما ننساش ننصت تاتا شو بقيت عايتها لها تاتا لها تاتا